السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيوك يا جماعة عاملين ايه رب تكونوا بخير فيديو النهاردة هتكلم فيه عن روتين العناية بالجسم طبعا روتين العناية بالشعر احنا عملنا عنه فيديو كامل لو عايزين تشوفوه هسيبهولكو في اول كومنت وهتفولكو في علامة الاي هازر عندوكو فوق هنا برضو النهاردة هتكلم عن روتين الجسم في الشاور وكمان بعد الشاور ازاي ان احنا نهتم به انا حبيت فيديو النهاردة ان انا صوره في نور الشمس وطبعا احنا بقى في اجازة فالشارع زحمة شوية فاعذروني لو فيه اي صوت دوشة حواليا بالنسبة للروتين الشاور احنا اتفقنا ان احنا اول ما بندخل الشاور اول حاجة بنعملها هي الروتين بتاع الشعر ان احنا نخسل الشعر ونحط حمام الكريم والحاجات دي طب ليه بنبدأ بالروتين بتاع الشعر مش الروتين بتاع الجسم عشان تلات اسباب اول سبب وحنا بنخسل شعرنا الشامبو بيقع على جسمنا والشامبو ده وعبارة عن مواد كيموية زي اتبقى بقايا الزيت اللي كان شعرنا احنا بننظفه او الكريمات او اي ان كانت فكل دي حاجات بتقع على جسمنا فاحنا لو سبناها هتعمل لنا حبوب خصوصا في منطقة الظهر فعشان كده احنا بنبدأ بالروتين بتاع الشعر بحيث ان الشامبو والزيوت الحاجات دي تقع على جسمنا وبعدين نبدأ بالروتين بتاع الجسم عشان نقدر نحنا نوضف الحاجات اللي وقت على الجسم دي تاني سبب ان احنا زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع روتين الشعر ان احنا مبنيج نعمل حمام الكريم بنحتاج ان احنا نسيبه من 10-15 دقيقة او احيانا نصف ساعة فاحنا نستغل ان احنا الاول غسلنا شعرنا وبعدين حطينا حمام الكريم ولبسنا بنين الاستحمام بتاعنا وبعدين نبدأ بالروتين بتاع الجسم وساعاتها هيكون عدى ربع ساعة او تلت ساعة فيكون الفترة دي كافية ان شعرنا هيستفيد بحمام الكريم بدلا من اقتر ان احنا نحطه ونخرج نستنى برا الشاور لحد ما ربع ساعة او نصف ساعة دولي عدو ونرجع ندخل نقسل شعرنا تاني طب بالنسبة بقى الروتين الجسم بينقسم عنها نصين النص الاول هو روتين بتاع كل يوم اللي هو الروتين اليومي او لو انت بتاخديه شاور مسلا كل يومين ده روتين العادي اللي احنا نعمله وفيه روتين بنعمله مرة واحدة بس في الاسبوع فاحنا هنتكلم عن الروتين اليومي وفيه حاجات معينة ليه بتتعمل كل اسبوع هقولكو عليها انا فيه نقطة بس حبيت اتكلم عنها بخصوص فيديو الشعر فيه ناس قالولي ان الفيديو طويل جدا بصراحة الناس اللي فعلا كان عندها مشكلة في شعرها وشايفوا الفيديو وانا جيت اقول لهم معلش لو الفيديو طويل قالولي بالعكس احنا كنا بنسمع الفيديو ومش عايزين انه يخلص اكتر من قد ما احنا بنسمع معلومات احنا فعلا اول مرة نسمع عنها لكن الصراحة اغلب الناس اللي قالولي ده الفيديو طويل هم اصلا ما تكملهوش لان هما ما عندهمش استعداد ان هما فعلا عايزين يغيروا شعرهم وبتهاءلي ان انا اصلا في اول فيديو رتين الشعر ده قلت ان الناس اللي ما عندهاش صبر وما عندهاش استعداد ان يفعلا تغير شعرها فالفيديو ده مش ليهم لان انا اتكلمت عن كل حاجة بالتفصيل وفعلا فيه ناس كتير جدا قالولي انت قلتي حاجات احنا كنا اول مرة نسمعها وحاجات كتير احنا كنا بنعملها بس بنعملها بشكل غلص انا حبيت اقول الكلام ده في الاول عشان وقت الفيديو بتاع النهاردة ده ممكن يكون طويل شوية فعشان ما حدش يزهق بس انا بتكلم عن الحاجة بالتفصيل عشان فيه ناس فعلا ما بتكونش فهمة يعني انا نزلت بص على جروب كنت بتكلم فيه عن الروتين وكده لقيت فيه ملاب يعلقوا بقولولي ايه ده كل دي حاجات بتستخدميها احنا بنش بتستخدم غير الصابونة بس ففيه ناس فعلا ما تعرفش الروتين والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي فهم محتاجين يعرفوا بالتفصيل الممل لكل حاجة بتستخدم لإيه يعني مثلا حاجة بديهية هي الشورجل فيه ناس فعلا ما تعرفش ايه الشورجل ده اللوشن بتاع الجسم فيه ناس ما تعرفش ايه اللوشن ده او بنستخدمه ازاي فانا بتعامل مع عقليات بسيطة مهيش فهمة وعقليات فهمة وفي نفس وقت بحاولنا انا اوازن بين الاثنين دي النقطة بس اللي انا كنت حابة اتكلم فيها بالنسبة للفيديو اللي فات ويلا بينا بقى ندخل في الروتين على طول انا هتكلم عن الروتين سريعا لاول هو هيكون عبارة عن تسع او عشر خطوات هقوله خطوات بس كده كعرامي من بره ونرجع ندخل في الشرح بتاع كل خطوة اول حاجة بتكون زي ما اتفقنا ان احنا اول من ندخل الشور بنعمل الروتين بتاع الشر اول حاجة هي خطوة السكراب والخطوة دي بتتعمل مثلا لو انت بتاخدي درش كل يوم فقولي تعمليها ثلاث مرات في الاسبوع ثاني حاجة خطوة الحمام المغربي دي بتتعمل مرة واحدة بس في الاسبوع وهتكلم عن الحمام المغربي وطريقته احسن نوع وازاي تطلعي منه احسن نتيجة واسنان خطوة تها الحمام المغربي دي بنعمل معايا خطوة كمان هندخلها في النص كده اللي هي خطوة السكراب او التأشير بتاع الرجل ثالث خطوة معانا هي خطوة الشيفينج لو انت بتستخدمي الشيفينج جسمك فاحسن وقت تعمليه هو بعد السكراب وبعد الحمام المغربي خامس خطوة معانا بتكون غسيل الجسم بالليفة بقى هتقولي دي طب دي لازمتها ايه ما احنا استخدمنا الحمام مغربي ويستخدمنا سكراب هقولك الوقت ايه لازمت الخطوة دي سادس خطوة هي خطوة ترتيب الجسم وسبع خطوة هي خطوة ترتيب الرجل وثامن خطوة هي تعتبر خطوة رفاهية كده اللي هي نيتي ترتيب بادي سبري او بادي مست او ترتيب عرفان على جسمك تعالوا بقى نتكلم عن الخطوات دي واللي محتاج شرح فيهم هنشرحه زي ما اتفقنا بعد ما بنغسل شعرنا وبنبدأ نحط عليه حمام الكريم او البلسم هنيجي لخطوة سكراب الجسم السكراب اللي انا بستخدمه هو بتاع بوبانا انا قربته لكو خالص هو عشان اللي عايز ياختب سكرينشوت ده الشكل بتاعه الشركة بتاعته اسمها بوبانا وده صنفارة بالقهوة طبعا في انواع اسكرابات كتير جدا بس انا اكتر حاجة عجبتني هو السكراب ده واكتر حاجة عجبتني فيه ان الحبايبات بتاعته زي ما انتو شايفين كده صغيرة جدا فمش بتعور الجسم لاد ان ريحته تحفى بس الميزه الاهم طبعا ان الحبايبات بتاع eigentlich صغيرة فمش بتجرح الجسم ولا بتعمل فيه خدوش لان خدوا بالكو لو هو اسكراب يجرح الجسم وهيدمر الحاجز بتاع البشرة فيه نوع تاني رخيص كده اللي هو اسمه فيه ناس بيستخدموه بس الصراحة انا جربته قبل كده وحبيبات بتاعته كانت بشعة فعلاً كان بتجرح الجسم لكن ده زي مواردكو كده الحبيبات بتاعته صغيرة فما بتأذيش الجسم خالص وبتعمل تأشير خفيف قبل ما نبدأ بالخطوة بتاع حمام المغربي طب ازاي بيستخدمنا السكراب عشان اخد منه احسن نتيجة طبعاً احنا مكون غسلنا شعرنا زي ما اتفقنا وبيكون جسمنا كله مبلول بنبدأ ان احنا نقفل الحنفية ونبدأ اننا ننفض المية زيادة كده عن جسمنا كله بحيث ان الجسم يكون منادي بس معلغوش مية زيادة وبعدين نجيب للسكراب بتاعنا ده ونبدأ ان احنا نفرده على الجسم كله وعلى الرجل وعلى ايدين وعلى كل الاماكن حتى الاماكن الحساسة بس ناخد بالنا الاماكن الحساسة ما نيجي نعمل فيها سكراب بنعمله بالراحة جداً عشان ما يحصلش التهاب لان معروف ان الالتهاب في الاماكن الحساسة بقلب بسمرار فاحنا احنا اكيد مش حابين حاجة زي كده فاحنا بنبدأ نفرد السكراب على الجسم كله وبعدين بنبدأ نعمل حركوات دائرية كده احنا كده بنعمل تأشير بنعمل خطوة دي للجسم كله لمدة 3-4 دقايق كده وبعدين هنفتح المية تاني ونبدأ نصف جسمنا كويس جداً من السكراب اكيدين ما عادش فيه اي سكراب خالص خصوصاً في الاماكن الحساسة بعد ما تأكدنا خلاص ان احنا نوضفنا السكراب كويس من جسمنا كله هتيجي الخطوة بتاع الحمام المغربي طب هي كانت ايه لازمة السكراب اصلاً لما احنا نعمل حمام مغربي لازمة السكراب ان هو بيعمل تأشير خفيف للجلد وبيبدأ يفتح المسامات ويطار الجلد عشان التأشير بتاع الليفة والصابون المغريبي اللي احنا هنتكلم عنه الوقتي يشتغل كويس زي ما اتفقنا هنتنقل على خطوة الحمام المغربي الصابون اللي انا بستخدمه حالياً هو بتاع كليوباترة زي ما انت شايفين ده بزيت الورد هوريكو القوام بتاعه من جوا برضو هو القوام بتاعه عامل زي الجلي شوية كده بصوا هو انا لما جربته اللي انا بحيثت منه الصراحة ان هو انا عاملي جلدي جداً وكت بحيث ان هو بيرطب لكن من حتة التأشير فما بحيثش قوي ان هو بيقشر او بيشيل الجلد الميت بشكل كويس يعني هو لاحيث ان هو بيشيل جلد ميت اه بس مش احسن حاجة او ممكن عشان انا بقيت بخلي الحمام المغربي في الروتين الاسبوع بتاعي فعشان كده ما بقاش فيه جلد ميت كتير اللي انا بقيت بقشره دايماً فالصراحة مش قد رحكم عليه في الحتة دي قوي بس اللي انا ضمن ان هو كويس لان انا جربته قبل كده زي ادري بيهوت الناس عنه كلها كويسة جداً هو بتاع ماروكن اويد اسيب لكم الصورة بتاعته قدامكم على الشاشة ده تقدروا تجيبه من اي صيدلية كبيرة لان هو فيه منه مضرور اه حجم تقريباً ربع كيلو بتاعه ب135 جنيه والميزة كمان ان الحجم اللي هو الربع كيلو اللي هو ب135 جنيه ده بيجي معاه الليفة بتاعته والليفة بتكون نعمة كويسة اللي احنا عايزين اصلاً ان احنا نستخدمها ودي اللي هكلمكم عنها الوقتي اللي هي الليفة دي زي ما انت شايفين الليفة اللي عندي هنا نعمة جداً هي زي القماش يعني شوفوا لو كرمشتها في اي دي كلها تتكرمش كده هي نعمة جداً وبجد ما بتجرحش انا كان عندي قبلها واحدة تانية اللي كانت عندي دي اللي استخدمها هيبقى عارف كويس قوي ان هي بتعور البشرة جداً وبتجرح وعايز اقولكم ان هي بتزود جلد الوزة بطريقة رهيبة لان يا فعلاً بتجرح البشرة اه فالليفة دي حلوة جداً صحيحة نتيت اقولكم على الاسعار بتاع بوبانا ده تقريباً بخمسة وتلاتين او بحاجة وتلاتين والصابون المغريبي اللي هو بتاع كليوباترا ده كان العلبة دي بخمسة واربعين جنيه بس زي ما قلت لكم الاحسن انتوا تجيبوا بتاع اه ماروكن اويل هو بمية خمسة وتلاتين في الصيدليات والليفة دي موجودة في اي محل المستحضرات تجميل بخمسة وعشرين جنيه دي بتبقى موجودة في كيس ابيض كده شفاف مش اللي هي بتبقى موجودة في الكارتونة وحاولوا ان انتوا تطلعوها برضو عشان تشوفوا القماشة بتاعتها او لو هي موجودة في الكيس بتاعتها برضو حاولوا ان انتوا تتنوها كده هتلاقوا ان هي طريقة وتبتنى معاكوا في ايدكوا زي القماش بالضبط طب ازاي يقدر اعمل حمام مغربي بحيث ان انا اخد منه احسن نتيجة طب ازاي يقدر تخدم حمام مغربي فيه طريقتين طريقة منهم هنستخدمها مرة كل اسبوعين ثلاثة وطريقة منهم ممكن نستخدمها مرتين في الاسبوع عادي او مرة في الاسبوع بالنسبة الحمام المغربي فيه ناس كتير جدا اصلا ما بتحبش تعمله بسبب انه هم بيقولون نحواراته كتير لان اللي معروف مثلا الحمام المغربي يقولك الاول افتاح المياه السخنة في البانيو واسيبيها شغالة لمدة ربع ساعة تكون نازلة مياه سخنة سخنة لحد ما الحمام يتملى بخار انا طبعا اصلا مش معاه الخطوة دي خصوصا ان هي اهدار للمياه جدا المهم ان هم بعدها يقولك ادخلي في البخار وبضالي كمان تحت المياه السخنة يقولك ادخلي تحت المياه السخنة اقصى درجة جسمك يتحملها يعني ليه سخنة جدا جدا بس يعني جلدك يتحملها تقادي تحتها ربع ساعة او عشر دقايق لحد ما تأكد ان جلدك ترى جدا وبعدها نبدأ بقى نعمل الحمام المغربي الخطوة دي انا مش برشحها لانا زي ما قلت لك اول حاجة اهدار للمياه تاني حاجة ان المياه السخنة دي اصلا مضرة جدا سواء للشعر بتوقع الشعر او سواء للجسم بتسحب منه الترتيب والزيوت الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا هتقوليك طب احنا هنطار الجلد ازاي عشان نقدر نحنا نشيل الجلد الميت هقولك ما انتش كده كده في الاول قعدتي تحت الدش حوالي ربع ساعة بتخسدي شعرك وتحطي حمام الكريم فكل ده المياه كانت نازلة على جسمك وكانت بالطري الجسم وزي ما اتفقنا ان احنا الشعر بنخسره بماية بتكون فترة ميلة للسخونة حاجة بسيطة خالصة ده هي اعتبر لاي سخنة ولاي ساعة فالربع ساعة اللي احنا قعدناها تحت المياه دي فعلا كانت كافية ان هي اقتر الجلد ودي كانت ميزة تانية من ميزات ان احنا اول ما ندخل نبدأ بروتين بتاع الشعر وانا نسيت اقولها لكم في الاول طب امور الطريقتين ان انت بتتكلم عليهم عبارة عن ايه اول طريقة فيهم ان انا بعد ما غسلت السكراب من جسمي هبدأ اجيب الصابون المغربي هبدأ احطهم في ايدي بعدين هبدأ ان انا افردهم على الجسم كله كده بحيث ان هو يعمل طبقة على الجسم وهسيبهم لمدة عشر دقايه هعمل كده برضو في جسمي كله حتى الاماكن الحساسة طب انا لما سبت الصابون على الجسمي عشر دقايه هفضل اعمل ايه في الوقت ده في الوقت ده يا ست البنات انت هجيب ده ده اسمه مبرد للرجلين وده الشكل بتاعه من هنا او بيقولوا عليها مبشرة والناحية التانية بتكون مبرد او زي الصنفارة كده اه دي انا كنت جايبها محل مستحضرات تجميل كان جاي كده علبة فيها اربع حاجات كان فيها الصافة وفيها حاجتين كمان هوريهولكم دول الثلاث حاجات اللي كانوا جايين مع بعض دي بتشيل الجلد الميد من المنطقة بتاع الضوافر حوالين الضوافر ودي عبارة عن مبشرة بتكون فيها امواس كده وبيجي معاها امواس برضو علبة صغيرة فيها امواس دي مفروض بتقشري بيها برضو الجلد الميد بس دي الاسخدام بتاعها لازم يكون بحذر عشان ما تعورش ولازم الجل يكون دايب جدا الاتنين دول انا بستخدمهم لما بكون بعمل خطوة بتاع البودكير اللي واحدها برا لكن دي انا بستخدمها جوا الشاور عشان كده هي اللي هنتكلم عنها الوقتي انت بعد ما فردتي الصابون المغريبي على جسمك وستيه هتبدأي ان انت تعودي وتبدأي تنشفي رجلك من تحت اللي هي الكعب بتاع الرجل والرجل من تحت بالفوتة كويس هتخسيدي طبعا من الصابون وتبدأي انت تتنشفيه كويس بعدين هتبدأي تجيبي الاداة بتاع الرجل دي وخصوصا منطقة كعب الرجل هتبدأي انت يتمشيه عليها كده وهتمسيكي رجل رجل وتبدأي تعملي لها تأشير بس اما حاجة نت تكوني نشفتي رجلك بالفوتة عشان هي مش هتعمل اي حاجة لو الرجل مبلولة فالعشر دقايق او الربع ساعة اللي الصابون هيعطيهم علي جسمنا احنا هنكون بنستغلوه مستغلال كويس بان احنا بنعمل تأشير وبذكير لرجلنا طب بعد ما الربع ساعة تعدي وعملنا تأشير لرجلنا نعمل ايه في الصابون اللي علي جسمنا هنبدأ ان احنا نقف تحت الدوش ونخسل جسمنا كويس جدا من كل الصابون اللي موجود عليه طب قطوة الصابون دي كانت لازمتها ايه اصلا كانت لازمتها ان هي هضطر الجلد الميت عشان لما نيجي نعمله اسكراب بالوقتي بالليفة او نشيله بالليفة هيتشال معانا بكل سهولة بعد ما غصلنا الصابون من جسمنا كله هنبدأ برضو ان احنا ننفض المية الزيادة كده او ممكن نجيب الفوتا ونبدأ نطبطب على جسمنا كده عشان نمتص منه المية الزيادة وبعد كده هيجي دور الليفة بتاعتنا هنبللي الليفة بتاعتنا بالمية السخنة وبعدين هنبدأ ان احنا نلبسها وهنيجي بقى على حتى حتى في جسمنا هنبدأ نعمل لها تأشير يا اما في حركات دائرية يا اما هتبدأي كأنك بتكنيسي كده اللي هو هتعملي كده هتلاقي بلاوي وفرقي بيقع معاكي كل جلد ميت طبعا الجلد يا حمار شوية زي ما انتم شايفين كده مش مشكلة عادي بس ما تضغضيش جابت هنعمل كده في جسمنا كله لحد ما نتأكد ان احنا طلعنا اغلب الجلد الميت اللي موجود طبعا تروام لك ما عاملتي حمام مغريبي عشان تقدر اني تطلعي اغلب الجلد الميت اللي في جسمك موضوع ممكن ياخد منك اقل حاجة شكر اني تتعملي كل اسبوع كل مرة هتلاقي بيطلع معاكي جلد ميت لان مش التراكمات بتاع السنين دي هتطلع معاكي من اول مرة زي ما اتفقنا كده هنفضل نعمل تأشير لجسمنا كله بالليفة وكمان الاماكن حساسة بس زي ما قولنا هنعمل بالراحة جدا 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 للاماكن حساسة عشان ما حصلش فيها التهابس مرار ودي الطريقة الاولى لحمام المغريبي اللي انا بستخدمها مرة واحدة في الاسبوع الطريقة الثانية اللي انا بعمل بيها الليفة والصابون المغريبي كأنهم ليفة وصابون عاديين او ليفة والشاورجل هو اني بجيب الليفة وببلعها مية وابدأ اجيب حتة صابون وابدأ احطها في النص هنا كده وافردها وابدأ اخذل بيها جسمي كله كأني بستحمى بليفة عادي الخطوة دي بيكون حلوة جدا جدا وبجد دي اللي بلاحظ منها بقها نعومة وبلاحظ ان الصابون ده بيرطب جسمي الخطوة دي بحبها جدا جدا وبحب اعملها كل مرة باخد فيها شاورج طبعا الوقتي عملت سكراب لجسمي وبعدين عملت الحمام المغريبي وانا بعمل الحمام المغريبي عملت سكراب لرجلي ايه الخطوة اللي عليها الدور لو انت بتعملي شيفنج لجسمك او للمناطق الحساسة فده احسن وقت حاليا ان انت تعملي الشيفنج عشان انت حرفان بتكوني شلت الجلد الميت كله بتكوني فتحتي المثام على الشعر اللي الموجود تحت الجلد الشعرين افتها بتكون ضعفة بتطلع معيك بسهولة وعايز اقولك انه ممكن انت بتعملي شيفنج احنا عارفين الشيفنج بقتم الشعره لانت زاعتها ممكن تطلعي الشعره كلها من جزره فبجد ده احسن وقت ان احنا نعمل فيه شيفنج فيه كنت ركت كده عايز اكلمكو عنها في الشيفنج عشان انا محدش يعرفهم بحيث ان انت تاخدي احسن نتيجة من الشيفنج لان فيه ناس بيقولوا الشيفنج بيطلع الشعر خشن الشيفنج بيطلع الشعر بسرعة الشعر بيطلع كده بيعور او ان هو بيطلع تحت الجلد خطوات اللي انا هقولكو عليها ده حاليا واللي هنعملها بعد الشعر من الترتيب دول هيفرقوا معيك جدا وهنقلوا معيك التجرور بتاع الشيفنج الحتة تانية خالص اول حاجة هي نوع الريزور او المكنة بتاع الشيفنج نتيب تستخدميها انا النوع اللي حبيته جدا جدا هي دي دي اسمها جلد بلو تري سنستب انا جبتلكو هنا نوعين مختلفين النوع ده فيه تلات سنون او تلات مواس اللي هي جلد بلو تري والنوع ده فيه موسيم بس اللي بقى فيه تلاتة ده بيكون احسن من اللي فيه اتنين زائد اهم ميزة فيها ان الراس بتاعتها بتتحرك زي ما انتو شايفين كده عشان تاخد الشكل بتاع منحنايات الجسم بحيث ان هي متعوركيش لكن دي الراس بتاعتها بتكون ثابتة مش بتتحرك ولا حاجة زي ما انتو شايفين هو بحاولنا انا حركة مش بتتحرك فعشان كده انا شايفة ان النوع بتاع جلد بلو تري ده احسن من ده بكتير هو اي نعم اغلى شوية يعني ده تقريبا كيس بيكون فيه اتناشر مش عارفة في كام كده تقريبا بحاجة وتمانين لكن ده العلبة اللي هي اللي هناك دي بيكون فيها تلاتة بيكون بحاجة او خمسين وفي منها اكبر من كده بتكون تقريبا فيها خمسة او ستة بيكون بمية وشوية هي او اغلى شوية ولكن هي اريح بكتير جدا من دي فدي اوي خطوة عشان خطوة الشايفين بتكون عندك مريحة ان ان انت تستخدمي نوع شفرات بيكون قوية وزي ما قلت لكم ده النوع اللي انا برشحه لكم فيه طبعا اعلى من كده اللي هي بتاع اه جلد فينس فانتي لو في امكانياتك انك تجيبت تانية هاتيها هلا مش في امكانياتك وعايزة واحدة تكون كويسة زيها برضو هاتي النوع ده ثاني حاجة بحي اتكلمك عنها ازاي تعملي شيفينج بحي استخدمي احسن نتيجة وما تتعوريش طبعا اول حاجة ان انت اوعي 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 تعملي شيفينج على الناشف او ان يكون جسمك مبلول بالمية بس وما اللي اعمل شيفينج ازاي انت قدامك ثلاث اختيارات اول حاجة ان انت تستخدمي شيفينج كريم وده جلد عاملة منه نوع اسمه ساتن كيرت وفيه اوبشنين تانيين الاتنين رخاص والاتنين حلوين جدا اول اوبشن فيهم ان انت تستخدمي بلسم بلسم اللي هو بتاع الشعر هتبدأي تجيب شوية وهتبدأي ان انت تفرديه على جسمك وتسيبي لمدة دقيقة او دقيقتين كده بعدها تبدأي تعملي شيفينج وهو موجود انا بالنسبالي القطوة بتاع البلسم دي احلى مليون مرة اولا موفرة زائد ان هو فعلا بيطر شعرية جدا وزائد ان هو بيخليها تطلع بعد كده نعمة ومش بتجرح ولا اي حاجة بس انا عارفة ان فيه دا كترة كتير جدا بيقوله دا البلسم على الجسم بيعمل حساسية ومش بينفع فبصي الاكسام كلها مزاي بعض انت هتجربي الخطوة دي على حتة صغيرة جدا من جسمك يعني هتجربيها على ايدك مثلا تسيبي المدة ساعة وتشوفي هلح حساسك ولا لأ لو انت بشرتك حساسة ما تستخدمه هتلجأ لي الطريقة التانية اللي انا هتكلم عنها الوقتي لكن لو بشرتك مش حساسة فصدقيني هيكون احلى ان انت تعملي شيفنج بيه هو البلسم طب فرضنا بشريتي طلعت حساسة هتستخدمي ايه هتستخدمي بيبي جونسون او اللي هو جونسون اويل هتبدأ ان انت برضو تفرديه على جسمك وهتسيبيه المدة دي او اتنين بحيس ان الشعر يمتصه بس من غير ما تفرديه اللي هو انت عايزة الجسم يمتصه لأ انت هتسيبيه على السطح كده وهتسيبيه لمدة دقيقتين بس وبعدين انت بداي تعملي شيفنج وهو موجودة برضو الخطوة دي حلوة جدا بس اللي احلى منها بكتير وكل اللي جربوه بالبلسم قالوا كده هي الخطوة بتاع البلسم فلو تلاقي حساسة استخدمي بيبي جونسون لو ما انتش حساسة استخدمي البلسم لو مش عاد بكده او ده هاتي الشيفنج كريم الشيفنج اللي بتعمل ازاي الشيفنج بتعمل في اتجاه نمو الشعر يعني لو الشعر بيانمو هنا هتبدأي تعملي شيفنج كده ما تعملش عكس اتجاه نمو الشعر لان انت كده بتقطوني الشعراية وده سبب من اسباب اللي بيطلع جلد الوزة وبيخلي الشعر يطلع خشيه وده سبب من اسباب جلد الوزة واللي ما يعربش اصلا يعني ايه جلد الوزة؟ جل الوزة ده بيكون عبارة عن ان الشعر بيكون تحت الجلد بيحاول يطلع بس ما بيعربش فبالتانى ويرجع تحت الجلد ويظهر لك على شكل حباية فلقوا انت عايزة تتجنب الحوار ده برضو من الحاجات المهمة اللي هتساعدك ان انت تعملي شيفنج في اتجاه نمو الشعر بعد ما تخلصي جسمك كله في اتجاه نمو الشعر اول منطقة اللي هتعمليها مثلا ويتعملي ايدك في اتجاه نمو الشعر بعد ما تخلصي عيدي عليها مرة واحدة بس في عكس اتجاه نمو الشعر بحيث ان لو في اي بقايا صغيرة خالص ما تشالتش اول ان الشعرية قطمت جزء منها وفيه جزء لسه صغير موجود خطوة عكس الاتجاه دي هتخليلك الجلد ناعم جدا بعد ما تخلصي بقى الشيفنج هنيجي بعد كده لخطوة غسل الجسم بالشاور جيل او الشاور كريم هقولك ايوة لازم نخصي الجسم منها بالنيفة والشاور جيل او الشاور كريم ليه لان انت حتى لو نظفتي كويس من كل الخطوات اللي فاتت دي اكيد في بقايا سكراب لسه موجود واكيد في بقايا صابون مغربي لسه موجود وفيه بقايا جلد مائي وفيه بقايا شعر من اللي انت لسه عاملاله الشيفنج فعشان كده لازم خطوة الليفة الاخيرة دي اللي هي خلاص بقى تأكيدة على كل اللي احنا عملالها كده ونشيل اي بقايا من اي حاجة نوع الليفة من الحاجات برضو اللي بتفرق في جلد الوزة فانا بنصحك بالليفة دي اللي هي اسمها ليفة وردة بتكون موجودة في محلات مستخدرات تجميل تقريبا ب12-15 جنيه وحاولي يتأكد اني تتغيريها كل 3-4 شهور عشان هي بيجي عليها فترة كده اللي هي بتلم بكتيريا كتير ومهما نظفتيها بقا خلاص يعني مهما غسلتيها مش بتنظف والبكتيريا بتلزق فيها فعشان كده لازم نغيرها كل 3 او 4 شهور فعنستخدم الليفة بتاعتنا ونستخدم معاها شاور كريم او شاور جيل هتقوليني هو اغلب الناس تعرف شاور جيل وانا كمان لحد فترة قريبة جدا كنت اعرف شاور جيل لان كنت عرف ان فيه مها شاور كريم اصلا او اللي هو حتى لو كنت عارفاية مكنتش شايف انى فيه فرق الواطب انا اللي خلينا اجيب ده ؟ اختشف ان شاور جيل ده المفروض ان هو للناس اللي بشرتها دهنية او اللي بشرتها بتزايد والشاور كريم ده بيكون معمول للناس اللي بشرتها جفة جدا لانه هو بيكون في نسب الكريم مرتب عشان يعود جسمهم عن الترتيب اللي هو بيفقده الانواع الموجودة في مصر فيه هنا شوار كريم بتاع دوم وفيه تقريبا بتاع نيفيا هحاور ادور عليهم كده على الامازون بس اللي انا بستعمله حاليا هو بتاع باليا وحابة وريكوا الفرق بس بين الشوار جيل والشوار كريم اللي هنا ده اللي هو لونه بنفسيجي ده شوار جيل مكتوب حتى عليه هنا جيل له وده شوار كريم مكتوب عليه هنا حتى كريم عايزة وريكوا الفرق في القوان بتاعهم احنا اتفقنا البنافسيجي ده شوار جيل فهوريكوا القوان بتاعه زي ما انتم شايفين كده جيل وشفاف لكن نبص على القوان بتاعي التاني ده كريم ولونه ابيض فده الفرق بين الشوار جيل والشوار كريم بيكون فيه نسبة الترتيب حتى هو بين اللي خرج برا الازازة هو ده اللون بتاعه هنا كريم شوية وقوان بتاعه اتقل وده القوان بتاعه جيل وشفاف خالص احنا كده خلصنا رتشوار بتاعنا وكل الروتين بتاعه وبعدين حمام مغربي وبعدين عملنا شيفينج وبعدين نضفنا جسمنا بالليفة والشوار جيل بتاعنا وكمان عملنا تأشير لرجلنا هنيجي الوقتي بقى الاهم خطوة عندنا وهي خطوة الترتيب الترتيب قدامك فيها حلين ياما ان انتي تستخدمي بيبي جونسون اللي هو اللي احنا استخدمناه اصلا في ازالة الشوار اما ان انتي تستخدمي لوشن ياما تعملي زي ما انا بعمل انا بستخدم الاثنين فوق بعض اللي هو بحط البيبي اولي الاول بعدين محطه فوق الوشن لان زي ما انا قلت انا بشرت الجفة جدا فبتحتاج ترتيب زيادة في سؤال ممكن يجي في دماغ الناس فانا حبيت اجاوب عليه كده الناس اللي هتقولي طب احنا عملنا اصلا شيفينج باستخدام البيبي اولي ما استخدمناش البلسم ولا استخدمنا الكريم بتاع الشيفينج ليه نرجع نحط زيت تاني هقولك لان الزيت اللي كان موجود على جسمك انت غسلتيه بعدها بالليفة وحتى لو انت قررت تلي خطوة الليفة دي وما تغسلهوش فانت لسه في بقايا شعر موجودة على جسمك فاكيد مش هتسيب الترتيب ببقايا الشعر ده موجود فعشان كده لازم نغسل جسمنا بعدها بالليفة ونرجع نحط احنا الزيت مرة تانية على جسمنا كله ونفضل بقى نعمله مساجين جدا لحده نتأكد ان البشرة تشربته لو مش عايز استخدمي بيبي جونسون فانت ممكن استخدمي لوشن للجسم اللوشن ده تقييبا مش موجود في مصر انا معرفش دوب ليها لوشن موجود في مصر ولا لا بس اللي اسمع عنه كويس جدا هو بتاع جلايسلويد وبتاع الفازلين وبتاع شان بادي ملك الناس بيشقروا في الثلاث انواع دول جدا هسيب لكم صور بتاعتهم برضو احنا هنبدأ ننشف جسمنا بالفوطة الجسم بتنشفش كده الجسم بتنشف بالطبطبة هتبدأ يتطبطبي على جسم كده عشان يمطص المياه زيادة الموجودة بس ويسيب الجلد بتاعنا بنادي نبدأ بقى ساعتها ياما نحط البيبي اويل ياما نحط اللوشن انا زي ما قلتلكو بحط البيبي اويل الاول بعمله مساجين كويس جدا لحد ما تأكد من البشرة انتصته كويس وبعدها بابدأ احط طبقة من اللوشن وبرضو اعمله مساج كويس لحتى ما تأكد ان الجسم تشرب في حاجة ناس كتير ما تعرفهاش ان حتى المناطق الحساسة بتحتاج ان هي تترسب بس المناطق الحساسة مش بنستخدم لها كريم الترتيب العادي احنا بنستخدم لها حاجة تكون طبية تكون خالية من الروايح ومن العطور ومن القحول زي بانتينو لتنين في المية كريم ده ده بيكون موجود في الصيدلية وعايز اقول لكم ان اغلب الدكاترة اصلا اتكلموا عن ان الاماكن الحساسة بتحتاج ان هي تترطب على الاقل لمرة في اليوم سواء اندر ارم او بيكيني واكيد طبعا قبل ما يترطبوا لازم نغسلهم كويس وانا بتكلم عن ترتيب الاماكن الحساسة في خطوة انا بعملها بس نسيت اكلمكم عنها وهي تنظيف المنطقة الحساسة خصوصا البيكيني اه انا بستخدم غسول جولد ده غسول جولد ده في منه نوعين نوع ده فوم زي ما انتم شايفين كده يعني البخاخة بتاعته من فوق دي اذا ما بتضغطي عليها بتطلع لك فوم كده بس ده انا بستخدمه مرتين فقط في الاسبوع واستخدام خارجي انا مش هقدر اتكلم في موضوع اكتر من كده لو عايزك جيبي الفوم ده هاتيه ولو عايزك جيبي النسخة التانية منه اللي هي الجل هاتيها الجل الفكرة بتاعته بس انه هو لازم يتخفف الغطة بتخفف على لتر ازازة مية ما ينفعش ان انت تستخدمين مركز عشان ما يعملكيش التهابات اكتر وزي ما قلتلك الخطوة دي بنعملها مرتين في الاسبوع بس لكن بقيت الاسبوع انا منحب ان احنا نضف المنطقة دي بنضافها بمية دافية فقط لغير انا في نقطتين بس نسيت اتكلم عنهم فصورت الجزء ده بعد الفيديو لما ابتكرتهم عشان اوضح لكم نقطتين دول نسبة لنقطة بتاع التنظيف او الروتين الغسل بتاع منطقة البيكيني انا اتكلمت عنه لكن بقى نتكلم على الاندر ارب الناس اللي عندها ريحة عرق مفرطة يعني اللي هي بتاع ريحة عرق وحشة جدا دول الحل بتاعهم انهم ما يستخدموا غسول مضادة للبكتيريا لان اصلا طبيعة العرق بتاع جسمنا انه هو مش بيكون لي ريحة بيكون لي ريحة بسبب البكتيريا اللي بيكون موجودة على الجلد منبرة هي اللي بتاع ريحة العرق الوحشة دي فعشان كده لازم نستخدم غسول يكون مضادة للبكتيريا او قاتل للبكتيريا يعني زي الغسول ده شاورجل بتاع انا اندقوت موجود في الصيدلية سعره تسعين جنيه تقريبا اه هو بيكون في مواد مفتحة وفي مواد كمان تأشير عشان تقشر منطقة الاندر ارم وتعالج بلسمرار زي لان في مواد بتقتل البكتيريا فده حلو جدا بنستخدمه في الشاور في الخطوة الاخيرة بتاع التنظيف اللي احنا تكلمنا عنها بالليفة بعد ما بتخسلي جسم كله بالشاورجل او شاوركريم بتحط شوية شاورجل من دول على ليفة وتبدأي تخسلي بيها منطقة الاندر ارم واي منطقة فيها تنايات في الجسم يعني زي منطقة الاندر شاست باردو وورا الودام باردو وتنظفي بيها المنطقة بتاع السورة عشان كل جول بتراكم فيهم بكتيريا بتعمل ريحة وحشة الخطوة الثانية اللي نسيت اتكلم عنها هي ترتيب الرجل بعد ما عملنا لها بديكير في الدوش ازاي نرتبها عشان نخليها زي رجلين البيبي بالضبط وترجع حرفيا يعني قمة في النعومة اول حاجة بجيب جليسلويد جليسلويد ده بتجابنا اي محل مصحضرات تجميل وبتجيبي اكياس لبن اكياس اللبن ده كمية دي ربع كيلو انا كنت جايبها من محل اكياس الربع كيلو ده تقليبا كان ب18 جنيه والكمية كبيرة جدا فهتعد معي كتير جدا باي مثلا في فترة اكون هقعد فيها بسرير بساعة او ساعتين او لو قابل النوم بساعة مثلا ابدأ ان انا احط الجليسلويد على رجلي كويس جدا وبعدها هلبس كيس لبن والبس فوق كيس اللبن شراب وفضل قاعدة كده لمدة ساعة او ساعتين لو تقدري تنامي به نامي عادي هيبقى حلو جدا بس الفكرة ان الكيس بيقعد يخرفش طول الليل فالموضوع بيكون وحش قوي وكمان بيحرر رجلك جدا خصوصا تصطيف اللي احنا داخلين عليه ده فالموضوع مش هيكون قلطة عشان كده حطيه ولبسي فوق الكيس ولبسي فوق الكيس شراب وخليكي لابسه لمدة ساعة او ساعتين بعدها هتقلعي الشراب وتقلعي الكيس هتلاقي ان رجلك حرفيا بدعمت البيبي فدول النقطتين انا كنت حابة اتكلم عنهم كده خلصنا الروتين بتاعنا اخر خطوة وهي خطوة اختيارية جدا هو ان انت ترشي اي بارتين انت تحبه او او اي بادي سبري او اي بادي مثل فيه طبعا بقى ناس بتحب الجو بتاع بادي ووركس و بكتوريا فكرة والكلام من ده اللي يقدر يجيب اهلا وسهلا اللي مش هيقدر وعايز حاجة يكون سعرها كويس الريحة الوحيدة دي هي ريحة اللي عجبتني فيه هو فيه روايح جدا بس البنك باشون دي هي الوحيدة اللي عجبتني فيه سعره تقريبا اربعين او خمسة واربعين جنيه فيه بقى الاغلى منه شوية وده لسه جايدي النهاردة ده بتاع ايفا الريحة دي اسمها كوزي دريم ريحة دي شجري وحلوة جدا اه ده موجود على امازون سعره متين جنيه بس هو على السايت اصلا بتاع ايفا او على الموقع بتاع ايفا سعره مية وعشرين جنيه بس المشكلة ان اغلب الروايحة او تقريبا كلهم او تفستو فهو موجود على امازون بس موجود بمتين جنيه انا عايز اقولك بعد الشاور ده ما تخلصي بكل الحاجات اللي في ده حرفيا هتخرجي هتلاقي ريحتك انت عايش جلدك هيكون بيشكرك على النعومة اللي انت عملتي فيها بسبب السكراب وبسبب الحمام المغربي وكمان بسبب الترتيب اللي انت عملتي بعدها وهتلاقي ريحتك حلوة جدا وهتفضل حلوة كده يوم ولا اثنين وعايز اقولك ان قطوة بتاع الحمام المغربي والترتيب الاثنين دول هينقلوا جلدك في حتة تانية خالص وهيقللوا معاك جدا من جلد الوزة وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة وانا اسفر الفيديو كان طويل شوية بس ازا ما ورسلكم حاولت ان انا اتكلم بتفصيل شوية عشان فيه ناس فعلا ما تعرفش احنا نستخدم ايه قبل ايه وخصوصا لو انت عروسة ومشيتي على الروتين ده قبل فرحك بكام شهر ودخلت الحمام المغربي في الروتيني كل اسبوع انت فعلا هتنقلي بشرتك في حتة تانية خالص والهينا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا ياريت تكتبولي رأيكم في الكومنتات لو الفيديو عجبكم ولو انتو حابين ان انا اعمل فيديو عن اي حاجة تانية ياريت تكتبولي في الكومنتات تحت اشوفكم الفيديو الجاي على خير السلام عليكم